بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يثمثاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شرح متن ابن عاشر رحمه الله الزكاة الفيطر المصنف يكفاغ أحكام الزكاة يختمي الزكاة الفيطر ما هذا؟ إلى وين دلن فقها؟ أتديني ملمي ما رفوك الصيام ما كفى الصيام؟ ما هذا الزكاة؟ وهذا معقول وطبعاً مما نتعلمه من هؤلاء نحفظ المتودولوجي الصعب هي المنهجية في كل شيء المتودولوجي في جميع العلومة الأسترونومي والجيولوجي والفيزيك والإمات والشريعة والقانون والعلم الاجتماع للأسف والخلل قائم جداً في هذا المجال المجال المنهجي ربي سبحانه الأنبياء والرسل إن هذا لكل جعلنا من شرعة ومنهجة ذو الأنبياء ذو المرسلين أكني يا ربي إن هذا شرعة شرعة طريق المستقيم ومنهجة ذو الأنبياء ورزميرنا أذ سوضن الوحي سواس المنهجية وكذ الوحي أما في مجال العلوم في المنهجية مطلوبة لذلك كما علمنا المتنق أهميتها إن تكمن والمتن قد يكون نثراً مثل الرسالة لابن أبي زيد القيرواني قد تكون شعراً مثل متن ابن عاشر وقد شرحنا ذلك كله فيما سبق ثورة المنهجية إقذع ابن عاشر أسمي فك ثمثال ثمثال يعنى الزكاة إذ غا ذي البيت ميتين وعشرة ميتين وحداش بيتين يهضرد زكاة الفطر أشو دينا فصل زكاة الفطر صاع وتجيب نفتت هذا الكلام زكاة الفطر مدينة وتجيب معنى واجبة زكاة الفطر حكمها الوجوب الدليل يعني واجبة هي أنوظم ميفو كرمضان يباس يومين ثلثين أنسوفق لا عاشر أنسوفق الزكاة الفضراء الفضراء أي متى فرغت فرغت في السنة الثانية للهجرة سجواس والسين سجواسي مجهوجر النبي صلى الله عليه وسلم سيمكاء المدينة الدليل فرغت في السنة النبوية في حديثي النبي صلى الله عليه وسلم ذا شو دينا ذيكس حديث عبدالله بن عمر مثل عمر بالخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضا فرضا أنت تشدي فرضا هو ما أتكم الرسول فاخذوه ومنهاكم عنه فانتهوا فرضا زكاة الفطر من رمضان ثقيل فضراء على الناس بعد ند ساعا من شاعير وكذا يعني الساع هو ربع أمداد يعني الكفين المعتدلين المعتدل إما دينا الصاع تفرض على السنة الصاع ففهمنا الغشي هذا السنة أربع أمداد ففهمنا الغشي مما سنة جوج كيلو ففهمنا هذا الساعة هي جوج كيلو جوج كيلو أم بعد الناد ذا دينا ذا دينا ذا دينا من المسلمين الحديث خرجه الأئمة الإمام مالك والإمام المسلم والإمام البخاري يعني حديث صحيح نمس فهم عند الدسال فرضية الوجوب فساد ذي السنة النبوية ذي الحديث أمي السلام ولكن فصن زكاة الفطر صاعن مدى من الناد ولكن سواء شو إنك على المسلمين كل إنسلم ومن برزقه طلب شيني أكذع قالني أكن ملا وجاذك من تلزمه النفقة نفقتك نفقتهم وينك في تلزم النفقة يتسيذ يريده غسطي دخالتك دعمتك وينك يعاشني ذك ذك شيني اسدتوين النفقة ثوجب الرويكي مولانيك ثمتوثي إلى آخره نفقتك يعقل بخام أتسف غض في الله سن كليون مزي مقار ذرق ثمتوث ولم يلولد يعني أسان قرون رمضان بغرب الشمس آخر رمضان ما يلولد سني أسان قروا كامل بغرب الشمس آخر رمضان وريوظة مريلي وريوظة مره يسادي ساعة ساعتين دي العمر ثلاثة سواء يعني أتسف غض في الأسلع شهر وطبعا زكاة الفطر سعى مقاصد مقاصد كثيرة تذكرون حينما تحدثنا عن الزكاة الفرض الفرض الواجبة قلنا من مقاصدها سعى مقاصد اجتماعية مقا 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 اجتماعية صورة التوبة الآية ستين زيد مقاصد اقتصادية مقاصد نفسية سيكولوجية ايه ما السوف غضاك نظري كيف نسل الزكاة سارتح هذا؟ والمثال يارتح وذي يزدي والي سارغوري أذو غلني الليل الفقارة أذو حملني مركانتين أسنة حرزة ربي مركانتين النغ ها؟ نفسنا الزكراة هناك في السن في السن وغتون مما غلونا نسل كما سأتلت وغلنا أكون حملان وأكون حملان وعننا وذي يزدي ولون السن واذا سوف تزدي لن تحسير الرزاقين الفقارة هذا يزدي وعننا تحسير محاولة امضيه الله وبعده something, ماذا يعمل؟ يعمل 8 ساعات تخلصنا مما ساعة يعمل 8 دقائق وهم يعمل المساعة يعمل في طبيبك ما الحيث يعمل في صرف يعمل القرص كيف تلقب ذي الصرف ذي السومة ذي السلعة ذي الميزان رح كنسل عقل الحمد لله في كيقدر ربي سوى شارين ززدي ايمان تصيد نظر في الموضوع مقاصد الزكاة الزكاة الفرض ذكي الزكاة الفيتر طبعا هي ثانية أيضا فرض ولكن متصلة برمضان سعى المقاصد يرنى الإمام مالك كذلك ربي فلاس لم يشترط النصب ما تشاله ونسع عن النصب يا عشر الخاطئ أنزكيه هيا تفضيه ونكش متيت الزكاة يسوف الزكاة التدريب على العطاء أنا أمي وله إنسان أه في كناس دا عشرة مدن سادي في كيسين مدن وننسى أذي السفر زكاة الفطر ميل العاجز طبعا تسقط عنه طبعا فيه تفاصيل دقيقة فقهية حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه الصحابي معاوية بن أبي سفيان من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين هذا حديث راوين اسمه عاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين إذن دا تفضل فقهية شمد التفاصيل الدقيقة نذكر أهمها إذن هاثا نسلا ندب اللي سين زج كيلو جرام عن مسلمين كذا وكذا من مسلمين بجل عيش القوم هذا ما هو المعنى بجل عيش القوم؟ يعني من قوة أهل البلد معظم أهل البلد خطر أين استسمدهم ذاتاس إما ذير ذن سيمزين ذسميد وقد استنروز نكون مثلا الروز غورنا قليل لا يوجد ما يسمي ذا وما ذكر سيمزين وقد يرد ذا الزفيف الثمر إلى آخره معنى الشرع نغى السفسس في اللانا بعد من قوة أهل البلد الغالب من غالب قوة أهل البلد ذاين مدين المصنف من مسلمين بجل عيش القوم جل معنى معظم أو أكثر هاي غير خطر ربما بعض الناس عندهم غذاء وحد آخر البعض لأنه قد يتسلمك لأني أظن نكوني وتنسي ناران وتنفسارا عموم الناس لذلك العبارة بالغالب من مسلمين بجل عيش القوم وبعدين لتغني حرا مسلما في اليوم ذاكي إشارة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن طوافي هذا اليوم حديث خرجوا الإمام البيهقي الفقراء أن يقسع نغفل يقسع نغفل يقسع نغفل نلقوث ذي العيث ذي ثيارة رمضان ذي العيث أريد أسني إلى قاسي رح وغفل لابد أن يتحقق مقصد الإغناء بمعنى أسني كسغفل إه الليل وتخميمنا كذي روحنا خدمناك السثر الغاشي ذي الغاشي اللي روحنا الغرصا خذ وقيد لحقيه ذي الشرع يجد يفكان وطبعاً نتسلي الحمالة يريم ذنان لقدار أذي سعدين أذي عكذنكم ليح أذي سعدين اللي عيذن سن ذي لهنا ذي ثلويث آه ثورا أنفتحيون القوس إذي تشغالاً ثوراً يالسقواس مكولة سقواس يتشغال ديون بغفل حيان نورمال ما ماشي ذا غفل ماذا غفل أهيني أريجو زارا أتسفغض سذريبس آه ثانتا ثوراً في ذو ثم شاهد ماذا غفل ستطول غالاً حتى أتطول غالاً يروح أكل وقف باختصار إجوز أذي سفغيون الزكاتينس سوينم يسلم تيمزي نذيرذ نذسمي قيسن جوش كيلو كده إلى آخرين ذا غيجوز أتسفغض تذريمث تذريمث تستوقدر يالسقواس يمسنون أدفكن القيمة أشيني الفضراء السقواسا مثلاً عشرين ريال أسمحتي زورة السعودية يخطر من الثورة أقول كيف كيف أكو الحمد لله خطرت على السفغ نذكر السفغن نذكر السفغن نذكر السفغن نذكر السفغن ولكن بعد الحمد لله الحمد لله ما يلهم أنه لا يفهم خطر ما نغلر ثمو سنة أرض الشرعيثة لا يفهم ما هو مفاهمة أو نذكر سنة كيف أكو نذكر السفغن ما يفهم يمكن أن يفهم 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 ما يفهم ما يفهم مثلا مئة وعشرين دينارا صنفين دينار فو عقال أي انت سال سال أربع عقال سفغ مئة وعشرين في أربعة سال سال سبع عقال مئة وعشرين دينار 12 ألف يعني فو عقال وهكذا أثنى تفكض وكذا الفقارة والمساكين وإن شاء الله ان يكونوا هذه الحديث طهرة للصائم وطعمة للمساك أربحنا أقول شيني طهرة تزديض وذيزدي رمضاني خطر رمضان أقور في كوال تخدمت لنكم برماند قفريد في كوال السوغض في كوالي فغيك الأعقال في كوال في كوال هطاس رفاث الفوس إلا لكن تفوت حرص ضيماني كعاسي ماني إذ غام السفغض الفضراني يتزديض رمضاني كذيري يزدي ما شاء الله وذغ طعمة للمساكين المساكين ذغ أذر بحن وذوين ويتحقق الإغناء ما السفغض سذريم مثل سمحت هنويك الجيه يجي الله يبرك الجامعة يتشور ما شاء الله سفغم السميذ يجوز فرحة يجوز هنوي الجيه يجي تظلمات سفغم أذريم مئة وعشرين دينار نفو عقال الخير زكاة زكاة ونطروح الفقر والمساكين سفرح مثل كوني سفرح ربي أمعلي كوني جرا ون ها استقضائي لذك ها هم هذر ستيني ما فوني زكاة ونصح هارا نغفل ويدا سندر ما هذي كون ما سيوال ورن صليح ورن سعي لساس ورن سعي السر يجوز يرنى الفقر والمساكين الني سفرح مثل ياكم فكما سن خلوي سميذ أثشن خلوي فكما ذريم أداغ اللفسان وره ونسن فقر سميذ أداغ اللفسان أداغ الألعاب وره نسن فرح نغفل الفقراء وفرح نرى نرى الفقراء لقد تشن الرز السميذ في الصهار فرح ونساك نرى يرنى يرنى هذا مشطوح نفهم ونساك نفهم هذي فرح من ساك المياض أرنوياز هذي يغفر يقول لني مارس فكذ العشهور زكتني الفطر السن غزك هذي يغفر مولاني هذي يغفر الجذي هذي يحواج دواء والحديث المقصد هو الإغناء للحديث المذكور الذي خرجه الإمام البيهاقي السمير ما ديني ودي فتن سلفت وياقي السلفت إفتاد الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز إفتاد الإمام البخاري إنه يجوز صاحب الصحيح وصاحب الأدب المفرد يفتاد الإمام أبو حنيفة يفتاد الإمام عطاء طاوس سفيان الثوري من السادة المالكية اللان أيضا منهم الإمام الشهب من كبار فقهاء المدرسة المالكية إذن اطمئنوا تماما